حققت مؤسسة الموانا والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رادات بلغت قيمتها الاجمالية مليارا وخمسة وسبعين مليون درهم لسنة المالية الفين وثلاثة وعشرين فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة ستمائة واربعة وخمسين مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها نحو اربعة وثلاثين بالمئة مقارنة بأرباحها عن العام الفين وثلاثين وعشرين جاء ذلك مع أعلان المؤسسة اطلاق تقريرها السنوي لعام الفين وثلاثة وعشرين والذي يصلت الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر من خلال رصد أبرز النتائج والانجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة